يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين سلام عليكم للباطل جولة وأية جولة وللحق دولة ولدولة الحق صولات وصولات وصولات وهذه صولة من صولاتها الإعلامية المعرفية وثقافية إنها صولة القمر في مواجهة الزيف كله والدجل كله والضلال كله في واقعنا الشيعي الديني المتمثلي بالمذهب الطوسي الشافعي المعتزلي المرجئي البتري إنه مذهب مراجع حوزة النجف وكربلاء الطوسية مذهب الجهالة والسفاهة والقذارة واللصوصية الحلقة السادسة والثمانون بعد الثلاثمائة من برنامج الخاتمة الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة إمام زماني كهفي وحرزي وموئلي ومعتمدي عبدك مغلوب فانتصر يا قائم آل محمد قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجان الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما وعلى الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين الحلقة الأولى من مجموعة هذه الحلقات التي عنونت بصولة القمر كانت تمهيدا لكل حلقات هذه المجموعة والتي سيختم بها برنامج الخاتمة الخاتمة وحينما يختم برنامج الخاتمة أكون قد انتهيت من برنامج ملف الكتاب والعطرة بعد الحلقة الأولى من حلقات هذه المجموعة جاءتنا الحلقة الثانية الثالثة الرابعة الخامسة أربع حلقات تناولت فيها بنحو لا أقول مفصلا ولا أقول مجزا ما بين التفصيل والإسهاب والإجاز حددتكم عن خطتين عن خطة محمد وآله وعن خطة إبليس وآله وكان الكلام مركزا على منظومتين منظومة طيب الولادة التي هي نتاج خطة محمد وآله ومنظومة خبث الولادة التي هي نتاج خطة إبليس وآله تقدم الكلام ولا أريد أن أعيد شيئا منه إنني أبدأ عنوانا جديدا في هذه الحلقة يستمر إلى عدة حلقات هذا العنوان جاء متفرعا عما تقدم من حديث عن منظومة طيب الولادة ومنظومة خبث الولادة العنوان العنوان الشذوذ الجنسي ظاهرة واضحة في المذاهب الدينية العباسية أعيد قراءة العنوان وقد تعمت كتابته على الورق وتعمت قراءته من الورق محافظة على الدقة الشذوذ الجنسي ظاهرة واضحة وواضحة جدا للذي يحقق ويدقق ومنتشرة جدا للذي يتابع ويتفحص في ماضي الأيام وفي حاضرها وسيبقى الأمر كذلك في مستقبل الأيام الشذوذ الجنسي ظاهرة واضحة في المذاهب الدينية العباسية المذاهب الدينية العباسية تعرفونها إنها إنها مذاهب سقيفة بني ساعد وسقيفة بني طوس أعيد قراءة العنوان الشذوذ الجنسي ظاهرة واضحة واضحة في المذاهب الدينية العباسية المذهب الطوسي مثالا هو هذا الذي سأتحدث عنه في هذه الحلقة وفي الحلقات التي تليها سأحدثكم عن الشذوذ الجنسي في المذهب الطوسي العباسي القذر وبالوثائق بالوثائق بالوثائق أولا حين أستعمل هذا المصطلح فماذا أقصد منه حين أقول الشذوذ الجنسي إنني أقصد كل ما يخالف دين العترة الطاهرة في الشؤون الجنسية من حياتنا اليومية هذا هو الذي أقصده فالزنا بكل أشكاله من الشذوذ الجنسي واللواط بكل أشكاله من الشذوذ الجنسي والسحاق بكل أشكاله من الشذوذ الجنسي وهكذا كل ما يخالف دين العترة الطاهرة فيما يرتبط بالشؤون الجنسية في حياتنا اليومية فأنا لا أستعمل هذا المصطلح مثلما يطلق ويستعمل في وسائل الإعلام هذا مصطلح خاص بالثقافة المستقات من الكتاب وحديث العترة إذن صار معنى المصطلح واضحا هذه نقطة لابد من ذكرها كي تتضح الأمور النقطة الثانية الخلافة العباسية خلافة الانحطاط الأخلاق والشذوذ الجنس هذا أمر واضح واضح للذي يقرأ تأريخ العباسيين وما هو بشيء ابتدعه العباسيون هذا استمرار للمنهج الأموي واستمرار للمنهج الذي سبق الأمويين إنه منهج السقيفة بني ساعد وهو استمرار لحالة الأعراب في الجاهلية في الجاهلية وأفخاذها وكانت التجارة الجنسية هي عماد التجارة في مكة بالنسبة لكبار القوم من قريش وعداء قريش مع بني هاشم هو عداء العاهرة مع العفيفة الشريفة من الآخر ولا أريد أن أطيل في الكلام أكثر من ذلك أعود إلى العباسيين العباسيون أشاعوا ثقافة الشذوذ الجنسي في كل مكان وخصوصا في بغداد خصوصا في بغداد وفي البصرة كذلك لكن الشذوذ الجنسية كان منتشرا في كل زقاق من أزقة بغداد وفي كل كلمة من كلمات شعرائها اللوطيين كتب التاريخ مشحونة بالوقائع والأحداث والأشعار ابتداء من أمراء اللوطيين الذين يقالوا لهم أمراء المؤمنين ابتداء من أمراء المنكوحين من أمراء المأبونين من أمراء اللوطيين وانتهاء بعامة الناس فالناس على دين ملوكها كما يقول صلى الله عليه وآله الناس على دين حكامها ورؤسائها مع أن الشذوذة الجنسية كان في الجاهلية وكان في زمان سقيفة بني ساعدة وكان في زمان الأمويين لكن أحاديث النبي وأحاديث العترة الطاهرة ركزت كثيرا على ظاهرة الشذوذ الجنسي في الزمن العباسي في الزمنين في الزمن العباسي الأول وفي الزمن العباسي الثاني أقرأ لكم حديثا واحدا على سبيل المثال لكنني سأعود للحديث عن العباسيين اللوطيين المنكوحين المأبونين سأعود للحديث عنهم بعد أن أكمل حديثي عن المذهب الطوسي اللعين أقرأ عليكم من الجزء الرابع عشر من مستدرك الوسائل للمحدث النوري المتوف سنة ألف وثلاثمية أو عشرين للهجرة هجري قمري هذه الطبعة طبعة مؤسسة آل البيت قموا المقدسة في الصفحة الرابعة والخمسين بعد الثلاثمائة إنه الحديث السابع نقله عن كتاب الغيبة للفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن محمد بن حمران عن الصادق صلوات الله وسلامه عليه القائم منا إنه إمام زماننا القائم منا منصور بالرعب إلى أن قال صلوات الله وسلامه عليه بعد أن وجهوا إليه سؤالا يا ابن رسول الله متى يخرج قائمكم قال إذا تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال واكتفى الرجال بالرجال والنساء بالنساء هذا في الزمن القريب من عصر ظهور إمام زماننا إنه الزمن العباسي الثاني وهو انعكاس للزمن العباسي الأول وحدثتنا أحاديثهم عن الزمن العباسي الأول وكيف سينتشر الشذوذ الجنسي فيه بنحو يكون أكثر انتشارا بالقياس إلى الأزمنة التي تسبق زمان العباسي أقولها لكم من الآخر بحكم معرفة المحدودة بالتأريخ فإنني ما قرأت عن أمة انتشر فيها الشذوذ الجنسي بعد قوم لوط مثل من انتشر في العباسي بحسب وقاع التأريخ وبحسب قصائد الشعراء وبحسب أغاني المغنين التي تحدث المؤرخون وكتاب السير عنها والكتب موجودة في المكتبات وكتابها ما هم من الذين يقال لهم شيعة من الذين يقال لهم سنة وحينما سأعود للحديث عن العباسيين بعد أن أكمل حديثي عن المذهب الطوسي اللعين وانتشار الشذوذ الجنسي في جميع جهاته سأحدثكم وأحدثكم وأحدثكم لما سألوا الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه متى يخرج قائمكم قال إذا تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال واكتفى الرجال بالرجال والنساء بالنساء إنه يتحدث عن منطقة الظهور كل الأحاديث تتحدث عن منطقة الظهور وبشكل خاص فإن أحاديث الأئمة عن العلامات وفي العلامات تخص العراق أولاً وإيران ثانياً والشام ثالثاً وبالنحو الأخاص فإن الأحاديث تركز على العراق أكثر أحاديث العلامات إن كان الكلام عن علامات عامة أو كان الكلام عن علامات خاصة إنها منطقة الظهور وبالتحديد فإن أكثر الأحاديث عن العراق أولاً إيران ثانياً سورية ثالثاً عن بلاد الشام وبالنحو الأخاص عن العراق فالإمام يتحدث بما يتحدث به عن هذه البقاع وإلا فهذه الظاهرة منتشرة في كل مكان لكنها ستكون بنحو أوسع مثل ما كانت في الزمن العباسي الأول كان الشذوذ الجنسي أكثر انتشاراً بالقياس إلى زمان بني أمية ففي زمان بني أمية انتشر الزنا اللواط كان موجوداً لكن انتشار الزنا وبنحو منهجي مرسوم معاوية ما ترك عاهرة في شرق البلاد وغربها إلا وبعث بها إلى الأماكن الدينية بعث بالعواهر والقوادات والمغنيات والراقصات إلى مكة والمدينة اقرأوا كتاب الأغاني لأبي الفرج الإصفهاني ستجدون أن أشهر القوادات وأشهر العواهر وأشهر المغنيات وأشهر الراقصات من راقصات التعري وغيره في مكة والمدينة ومن مكة والمدينة خرج المتخرجون وانتشروا في البلاد وكثيرون من الذين كانوا في بغداد تخرجوا من هناك تأريخ أسود كتأريخ آبائهم وأجدادهم في العصر الجاهلي هذا هو واقع الأمة الذي يتمشدقون به لا أريد أن أذهب في التفاصيل يميناً ويساراً المطالب بخصوص هذه الموضوعات كثيرة جداً في الكتب وإنه وإنني لمطلع عليها بكل تفاصيلها وإنني لأحفظها واحدة واحدة وأعرف مصادرها ليس اليوم وإنما عبر هذا الزمان الطويل من التحقيق والتدقيق في كل صغيرة وكبيرة تخص ما أنا بصدد الحديث عنه متى يخرج قائمكم الإمام الصادق يقول إذا تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال واكتفى الرجال بالرجال والنساء بالنساء قطعا هذه علامة في سياق مجموعة علامات منها ما هو سياسي منها ما هو مجتمعي ومنها ما هو طبيعي مرتبط بطبيعة الحياة ومنها ما يرتبط بكوارث الدنيا بكوارث الأرض والسماء ومنها 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 إذن الخلافة العباسية خلافة الانحطاط الأخلاقي والشذوذ الجنسي فماذا ستنتج لنا من مذاهب ما في العلة يكون في المعلول لذا فإن المذاهب الدينية العباسية التي أسستها الخلافة العباسية اللوطية القذرة هذه هذه المذاهب ينتشر في أنحائها وأحنائها على المستوى النظري وعلى المستوى العملي ينتشر الشذوذ الجنسي بحسب المعنى الذي بيّنته لهذا المصطلح قبل قليل لن أتحدث عن مذاهب سقيفة بني ساعدة إنما أتحدث عن الطامة التي ابتلينا بها ولذا هكذا جعلت العنوان الشذوذ الجنسي ظاهرة واضحة في المذاهب الدينية العباسية المذهب الطوسي مثالا سيكون الحديث في هذه الحلقات في حلقتنا هذه وما بعدها تحت هذا العنوان الصغير المتفرع عن العنوان الكبير الذي قرأته عليكم قبل قليل المذهب الطوسي وظاهرة الشذوذ الجنسي وأذكركم من أنني حين أستعمل هذا المصطلح أقصد مصطلح الشذوذ الجنسي مثل ما شرحته لكم قبل قليل في كل ما يخالف دين العترة الطاهرة فيما يرتبط بالشؤون الجنسية في حياتنا اليومي الشذوذ الجنسي في المذهب الطوسي أو في بقية المذاهب بل في كل أمة من الأمم له مستويات هناك مستويات نظرية ليس هناك من عمل وفعل على الأرض وهناك مستويات عملية وفعلية حصية فيزيائية على أرض الواقع لذا فإنني سأحدثكم عن الشذوذ الجنسي في المذهب الطوسي على عدة مستويات المستوى المستوى الأول المستوى العقائد الفكري نظريا وعمليا هذا المستوى الأول تستغربون من هذه العناوين سأثبتها لكم بأدلة قطعية بأدلة قطعية سأضع الوثائق بين أيديكم سأضع الوثائق التي لا مجال للشك فيها أبدا أبدا وقد قلت لكم المطالب التي سأطرحها في هذا البرنامج في هذه الحلقات وما بعدها وأنتم تعرفون طريقتي في البرامج إنها طريقة تصاعدية فأنا أبدأ من الأضعف إلى الأقوى الشذوذ الجنسي في المذهب الطوسي هذا من أقل وأضعف مساوئه سأتحرك معكم بنحو الأقوى والأقوى المطالب معقدة ومفصلة في الوقت نفسه لذا أصر عليكم أن تتابعوا البث المباشر والإعادات وأن تدققوا في كل حرف لا تصدقوني لكن احترموا عقولكم ودققوا النظر في المطالب والحقائق لن آتيكم بشيء من جيبي الخاص ولن آتيكم بشيء من بيت عمتي أو خالتي سأضع الحقائق بين أيديكم مصحوبة بالوثائق والوثائق والوثائق ومن مصادرها ومثل ما أقول لكم دائما إنني آتيكم باللبني من ضرع أمه ووالله ووالله وهذا شهر رمضان ووالله إنني سآتيكم بالوثائق الصادقة وبالحقائق الناطقة ومن ضرع أمها نذهب إلى فاصل يوم يا نور نور يا منور النور يا خالق النور يا مدبر النور يا مقدر النور يا نور رمضان نور يا نور قبل كُل نور يا نور بعد كُل نور يا نوراً فوقاً كل نور يا نوراً ليسا كمثله نور صبحانك يا لالا يا من عطاؤه شريف يا من فعله لطوله يا من لطفه مقيم يا من احسانه قدیم يا من قوله حق يا من بعده صد يا من عفوه فضل يا من عذابه عاد يا من ذكره حول يا من فضله عمیم سبحانك يا الغان الغان هكذا قلت لكم فيما سلف من حلقاتي هذه المجموعة إن لم أثبت لكم هذه المعاني بالوثائق وبشكل قطعي فابسقوا في وجهي والعنوني والعنوا أبي وأمي ولا تبقوا قناة القمر في أجهزة التلفزيون ولا تتابع برامجي إنني أخاطب الذين يبحثون عن الحقيقة مستعينين بأحاديثي وبرامجي لا أخاطب الجميع الجميع أحرار فيما يفعلون بأنفسهم لكنني أخاطب هؤلاء لأن لي حقا عليهم إنهم يتعلمون من برامجي لذا أقول لهم هذا الذي قلته أعود إلى المستويات التي سأتناولها في هذه الحلقات بخصوص المذهب الطوسي وظاهرة الشذوذ الجنسي التي تنتشر في جميع أنحائه وأحنائه قلت أولا المستوى العقائدي الفكري نظريا وعمليا ثانيا المستوى الفتوائي المرجعي نظريا وعمليا في ثقافتنا هناك تبويب وتشقيق مثلما يحدثنا أئمتنا عن زناء العين وزناء العين النظر فأنا أشقق الكلام بنفس هذه الطريقة التي تعلمتها من ثقافتهم الطاهرة لابد أن تعرفوا من أن أقدر ما في الشذوذ الجنسي بحسب ثقافة العطرة الطاهرة اللواط اللواط عند نواصب سقيفة بني ساعدة هو الإلاج في الدبر وكذلك عند نواصب سقيفة بني طوس اللواط هو الإلاج في الدبر أما عند العطرة الطاهرة فإن اللواط ما دون ذلك هو التفخيذ فيما بين الذكرين من دون الإلاج في فتحة الدبر الإلاج في فتحة الدبر ما بين الذكرين إنه الكفر هكذا تقول ثقافة العطرة الطاهرة وماذا يعني الكفر الكفر انتكاس الفطرة هذا الذي حدثتكم عنه من أن منظومة طيب الولادة تأخذنا إلى انبلاج الفطرة إلى إشراقها إلى فيضها ونورها أما منظومة خبث الولادة تقودنا إلى انتكاس الفطرة إلى انطفائها إلى انقلابها إلى تدمير مضمونها السليم ولذا فإن أحاديث العطرة الطاهرة تقول إذا ما تم الإلاج في الدبر فذلك الكفر أما اللواط فهو ما كان دون ذلك ويترتب الحد على اللواط الذي هو دون ذلك فقه العطرة يختلف عن فقه نواصب سقيفة بني طوسي نواصب سقيفة بني طوسي فقه هم فقه نواصب سقيفة بني ساعد أقرأ عليكم على سبيل المثال هذا هو الكافي الجزء الخامس وطبعة دار التعارف بيروت لبنان الكافي لشيخنا الكليني المتوفى سنة 328 للهجرة صفحة 547 من الباب 377 الحديث الأول بسنده بسند الكليني عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه حرمة الدبر أعظم من حرمة الفرج إن الله أهلك أمة بحرمة الدبر ولم يهلك أحدا لم يهلك أحدا لم يهلك أمة من الأمم وإلا إذا كان الحديث عن أفراد أو مجموعات قليلة فقد أهلك الله ما أهلك ولم يهلك أحدا بحرمة الفرج حرمة الدبر أعظم من حرمة الفرج إن الله أهلك أمة وهم قوم لوط إن الله أهلك أمة بحرمة الدبر ولم يهلك أحدا لم يهلك أمة من الأمم بحرمة الفرج الحديث الثالث بسند الكليني عن إمامنا الصادق عن أمير المؤمنين صلوات الله عليهم جميعا الأمير يقول اللواط ما دون الدبر والدبر هو الكفر اللواط ما دون الدبر ما يسمى بالتفخيذ أو غير ذلك والدبر هو الكفر في تهذيب الأحكام للطوسي المعروف بشيخ الطائفة المتوفى سنة 460 للهجرة الذي أسس المذهب الطوسي حيث الحديث عنه وعن الشذوذ الجنسي الذي ينتشر فيه في مذهبه في المذهب الطوسي هذا هو الجزء العاشر من تهذيب الأحكام والطبعة طبعة مكتبة صدوق طهران إيران في الصفحة الثانية والستين إنه الحديث السادس بسنده بسند الطوسي عن محمد بن سنان عن حذيفة بن منصور قال سألت أبا عبد الله سأل إمامنا الصادق صلوات الله عليه عن اللواط فقال بين الفخذين قال وسألته عن الذي يوقب عن الذي يوقب عن الإلاج عن الإلاج في الدبر وسألته عن الذي يوقب فقال ذلك الكفر بما أنزل الله على نبيه صلى الله عليه وآله انتكاس الفطرة من هنا فإن اللواط هو أكبر ما في الشذوذ الجنسي واللواط ما دون الدبر بحسب ثقافة العترة أما حينما يصل الأمر إلى الإلاج فذلك الكفر إنه انتكاس الفطرة في أخس حالاتها واللواط أكبر من السحاق الروايات أيضا بيّنت لنا ذلك من أن السحاق ليس فيه من إلاج شيء فوقي أما اللواط ففيه إلاج والإلاج هو الكفر انتكاس الفطرة عن محمد بن سنان عن حذيفة بن منصور قال سألت أبا عبد الله عن اللواط فقال بين الفخذين قال وسألته عن الذي يوقف يولج فقال ذلك الكفر بما أنزل الله على نبيه صلى الله عليه وآله هذه المضامين لابد أن تعرفوها لابد أن تعرف معاني المصطلحات في ثقافة العترة الطاهرة لأنكم ثقفتم بثقافة نواصب المذهب الطوسي المذهب الطوسي مذهب ناصبي قذر مرجعي بتري مصطلحاته فتاواه عقاعده قذارة في قذارة في قذارة هذه هي الحقيقة وهذا يتجلى لكم من كل المطالب التي مرت ومن كل المطالب التي ستأتي وعندي الكثير والكثير من المطالب أتمنى على الذين يبحثون عن الحقيقة أن يصبروا عليه كي يطلعوا على هذه الكميات الهائلة من المعلومات التي سأضخها لهم في هذه الحلقات المستوى الأول المستوى العقائدي الفكري نظريا وعمليا المستوى الثاني المستوى الفتوائي المرجعي نظريا وعمليا المستوى الثالث المستوى الثقافي الوجداني عبر الأدب والفن المستوى الرابع المستوى الواقعي العملي في أجواء المؤسسة الدينية الطوسية من الكبار إلى الصغار في داخل المؤسسة نفسها كل هذا سأبينه لكم المستوى الخامس المستوى الاجتماعي والسياسي العام الذي يحيط بالمؤسسة الدينية الطوسية القذرة إنه الواقع المجتمعي والاجتماعي التابع لهذه المؤسسة كل هذا سأبينه لكم لكنه سيكون في عدة حلقات وبعد أن أتم كلامي في هذه المستويات سأعود كي أحدثكم عن العباسيين عن دولة الخلافة اللوطية التي أنتجت لنا هذه المذاهب إنها مذاهب القذارة مذاهب الشذوذ الجنسي وعلى جميع المستويات وهذا الكلام الذي أحدثكم به عن المذهب الطوسي هو هو بنفسه وبنفس هذه المستويات موجود في سائر المذاهب العباسية القذرة الأخرى نذهب إلى فاصل ترجمة نانسي ترجمة نانسي ترجمة نانسي ترجمة نانسي وهو التفكير وهو التدبيج والتعبير بما يقال وما يلفظ وما يكتب ويقرأ وأما الجانب العملي ترجمة نانسي ترجمة نانسي على أرض على أرض الواقع على أي حال نحن أنا وأنتم سنتدرج شيئا فشيئا في هذا البرنامج لفهم الحقيقة إذن المستوى المستوى الفكري والعقائدي نظريا وعمليا في واقعنا الشيعي الديني هناك العديد من المشارب كما هو الحال في سائر الأديان والاتجاهات الأخرى المشرب العرفاني هكذا يصور للناس من أنه المشرب الأكثر نقاء الأكثر صفاء الأكثر طهارتان المشرب العرفاني في واقعنا الشيعي تمثله اتجاهات هناك اتجاهان بارزان هناك الاتجاه العرفاني العرفاني الحوزوي وهناك الاتجاه العرفاني غير الحوزوي ما يصطلح عليهم بالدراويش أنا لا أريد أن أحدثكم عن هذه المطالب لذا أشير إليها إشارات سريعة لكنني مضطر لذكرها كي أوضح لكم ما أريد توضيحه توضيحه وبيانه إذن المشرب العرفاني في واقعنا الشيعي مشرب عرفاني حوزوي ومشرب عرفاني غير حوزوي لا شأن لي بالمشرب العرفاني غير الحوزوي وإن كان المشربان أحدهما أسوأ من الآخر لكنني أريد أن ألتزم بالعناوين التي وضعتها في هذا البرنامج أنا أحدثكم عن المذهب الطوسي فقد جعلته مثالا للحديث عن انتشار الشذوذ الجنسي في المذاهب الدينية العباسية المشرب العرفاني الحوزوي هو طوسي لأنه يتبع المنهج الحوزوية الطوسي هناك مدرستان مدرسة القاضي السعيد القمي وهذه المدرسة مدرسة في إيران وهناك مدرسة في العراق وتحديدا في النجف مدرسة حسين قلي الهمداني وما هي بضاربة في التأريخ هذه المدرسة أنشئت وظهرت بشكل واضح أيام مرتضى الأنصاري مرتضى الأنصاري متى توفي توفي سنة 1281 للهجرة في زمانه جاء شخص عالم ديني من إيران ومن مدينة ششتر سيد علي الششتري وتواصل مع شيخ مرتضى الأنصاري كان سيد علي الششتري يحضر دروس مرتضى الأنصاري ومرتضى الأنصاري كان يحضر الدروس الأخلاقية التي كان يدرسها علي الششتري مات الأنصاري وبعده بمدة وجيزة جدا مات علي الششتري من أبرز تلامذة الأنصاري الذين تأثروا بمنهج علي الششتري حسين قلي الهمداني فهذا من تلامذة الأنصاري ومن تلامذة علي الششتري هو هذا الذي أسس المدرسة العرفانية التي في زماننا أبرز العرفانيين يعتبرون من فروعها من تلامذتها أبرز العرفانيين في حوزة قم هم من تلامذة صاحب تفسير الميزان الطباطبائي محمد حسين الطباطبائي وهو من تلامذة علي القاضي وعلي القاضي من تلامذة أحمد الكربلاء وأحمد الكربلاء من تلامذة إحسين قلي الهمدان ما كنت راغباً أن أتحدث بهذه التفاصيل لأن التفاصيل هذه قد تفتح أسئلة لكنني أجد ذلك ضرورياً كي أوضح لكم ما أريد توضيحه فمدرست إحسين قلي الهمدان العرفانية مدرسة طوسية على المذهب الطوسي علي القاضي أستاذ العرفانيين في زماننا كان على المذهب الطوسي الطباطباء كان على المذهب الطوسي وهكذا بقية العرفانيين الخميني روح الله الخميني كان على المذهب الطوسي وسائر العرفاء الجميع كانوا على المذهب الطوسي المدرسة العرفانية مدرسة طوسية أتحدث عن العرفان الحوزوي فالعرفان الحوزوي ينتمي إلى المذهب الطوسي قرآن هذه المدرسة قرآنهم قرآنهم الأعظم الفتوحات المكية وقرآنهم الأصغر الأسفار الأربعة الفتوحات المكية لمحي الدين ابن عربي لعنة الله عليه الأسفار الأربعة للملة صدرة لصدر الدين الشيرازي محمد ابن إبراهيم الشيرازي المتوفى سنة ألف وخمسين للهجرة الفتوحات المكية القرآن الأعظم للعرفانيين جميعاً من نواصب سقيفة بني ساعدة ومن نواصب سقيفة بني طوس صدر المتألهين الذي يلقبونه هكذا ألف كتابه الأسفار الأربعة هم يقولون من أن هذا الكتاب لا يفهمه إلا القلائل وصدقوني كتاب عادي عبارة عن كشكول جمع فيه صدر الدين الشيرازي أقوال اليونانيين وأضاف إليها أقوال ابن سينا والسهر وردي الذي يعرف بشيخ الإشراق وما ذكره علماء الكلام وعلم الكلام علم ناصبي قذر ما ذكره المتكلمون وما جادت به قريحته المتكسة بسبب هذه القذارات لكن جوهر ما في الكتاب أخذه عن الفتوحات المكية ومن هنا قلت لكم من أن الفتوحات المكية هي القرآن الأعظم في المدرسة العرفانية الطوسية القذرة أما الأسفار الأربعة فهذا الكتاب القرآن الأصغر عنده إذا ما سألت في أجوائي الحوزة الطوسية عن أفضل كتاب وعن أهم كتاب في الحكمة الإلهية سيقولون لك إنه الأسفار الأربعة إذن هذا الكتاب الأسفار الأربعة هو المصداق الأول للحكمة الإلهية في ثقافة المذهب الطوسي النجس صحيح أن الطوسي مؤسس المذهب لا علاقة له بهذا الكتاب الطوسي مؤسس هذا المذهب النجس توفي سنة أربعمية وستين للهجرة وأما صدر المتألهين كما يسمونه صدر الدين الشيرازي توفي سنة ألف وخمسين للهجرة قرون وقرون لكن المذهب يتكامل حينما يؤسس أحد مذهبا من المذهب الدينية فإنه لا يبقى محصورا بالسياج الذي وضعه مؤسس المذهب سيتوسع هذا السياج شيئا فشيئا ماذا يقول صدر المتألهين في أسفاره الأربعة هذا هو الجزء السابع بحسب هذه الطبعة فإن الأسفار الأربعة يتألف من تسع أجزاء هذه الطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان لا يخفى على المعممين وعلى الحوزويين فإن الذين درسوا هذا الكتاب يفتخرون بدراستهم لهذا الكتاب ويقال ويقال عن هذا الذي يدرس هذا الكتاب إنه يدرس الأسفار وكأنه يدرس حقائق القرآن التي لا قيمة لها في سوق الطوسيين وكأنه يدرس حقائق الزيارة الجامعة الكبيرة التي لا قيمة لها في سوق هؤلاء الأنذان هذا فلان يدرس الأسفار وهذا فلان درس الأسفار على سبيل المثال السيستاني مثلا وهذا قرآن السيستانيين الذي ملئ كذبا ودجلا الإمام السيستاني أمة في رجل هذه الطبعة طبعة مؤسسة البلاغ الطبعة الأولى 2008 ميلاد هذا الكتاب يوزع من قبل مكاتب ومؤسسات السيستاني لنشر الأكاذيب الموجودة فيه من صناعة تأريخ مزيف للسيستاني ومرجعيته وقد بينت بعض الأكاذيب في برامج السابقة قرأت ما قرأت من أكاذيبهم وكشفت الدجل والزيف وبينت الحقيقة وبالوثائق وبالأدلة القطعية عودوا إلى برامج كي تعرف الحقيقة في الصفحة الثالثة والسبعين حيث الحديث عن الكتب التي درسها السيستاني وقرأ جملة من الكتب الفلسفية كشرح منظومة السبزواري ملهاد السبزواري وشرح الإشراق لفيلسوف الإشراق السهرة وردي وشرح الإشراق والأسفار إنها الأسفار الأربعة لصدر الدين الشيرازي عند المرحوم الآيسي فهم يفتخرون من أن السيستاني درس الأسفار أقرأ الكلام مرة أخرى وقرأ جملة السيستاني من الكتب الفلسفية كشرح منظومة السبزواري وشرح الإشراق والأسفار عند المرحوم الآيسي الخميني روح الله الخميني أستاذ من أساتذة الأسفار الطباطبائي محمد إحسين الطباطبائي صاحب الميزان أستاذ من أساتذة الأسفار وأبرز تلامذته على سبيل المثال حسن حسن زاد آملي من أساتذة الأسفار كمان الحيدري من أساتذة الأسفار وألف وكتب في هذه المضامين في مضامين ما يسمى بالحكمة بالحكمة المتعالية من أن الحكمة التي تذكر في كتاب الأسفار هي حكمة متعالية ويذكرون ذلك عن الخوع ويذكرون ذلك عن محمد باقر الصدر وعن فلان 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 القائمة طويلة لكنني لا سمعت ولا قرأت أن أحدا منهم استشكل على ما جاء في كتاب الأسفار إلا أنهم يبادرون مسرعين كي يشكلوا وينكروا أحاديث العترة الطاهرة ينكرون أحاديث النقاء وأحاديث الطهارة والعفة والكرامة ويتباهون ويتفاخرون بدراسة هذه القذارة أقرأ عليكم وأنا لا أخفي عليكم لقد كنت أيام شبابي من العرفانيين ومن الذين يمجدون هذا الكتاب ويحفظون مطالبه ولازلت أحفظها فهذا هو الشيء الأعلى في أجوائنا الطوسية التي كلها كذب وخداع مضحوك علينا مسخرة نحن أجدادنا كذلك آباؤنا كذلك أسلافنا الماضون جميعا كذلك نحن مسخرة منذ سنة 448 للهجرة حينما انتقل الطوسي اللعين من بغداد إلى النجف وأسس المذهب الطوسية بالاتفاق مع الخلافة العباسية اللوطية هذا هو الجزء السابع صفحة 171 الفاصل التاسع عشر في ذكر عشق الظرفاء الظرفاء منه هل هم الفلاسفة هل هم الحكماء من الآخر بالتعبير الشعب العراقي الفرقشية ماكو غيره على أي حال انسوا هذا الكلام كي نقرأ كي نقرأ العرفان لأنهم يقولون من أن الذين يرفضون هذه المطالب هؤلاء جهال لأن هذه المطالب ثمينة ودقيقة لا يستطيع أحد أن يتواصل معها بينه بينكم بس الفرقشية في ذكر عشق الظرفاء والفتيان للأوجه الحسان إنه يتحدث عن الغلمان عن الذكور لا يتحدث عن النساء سأقرأ عليكم البحث طويل البحث طويل ولذا قلت لكم أصبروا علي أصبروا علي كي تعرف الحقيقة أعرف الحقيقة استيقظوا من نومكم استيقظوا من سباتكم يا أيها الثولان استيقظوا من نومكم اعلم أنه اختلف آراء الحكماء في هذا العشق في عشق سيأتي الحديث عن الغلمان اعلم أنه اختلف آراء الحكماء في هذا العشق وما هيته وأنه حسن أو قبيح محمود أو مذموم هو ماذا يقول صدر المتألهين يمدحه ويقول من أنك إذا أردت أن تعرف الله وأن تحب الله عليك أن تعشق غلاما جميلا فهذا العشق المقيد سيروض قلبك كي تصل إلى العشق المطلق ولكم من أحيي الوالدي أحاديث أهل البيت تنكرون الزيارة الجامعة تحرفونها من أراد الله بدأ بكم من أحبكم أحب الله ولك أنتم ثيران حتلية يا نوع أنتم يحصنه اعلم أنه اختلف آراء الحكماء في هذا العشق وماهيته وأنه حسن أو قبيح محمود أو مذموم فمنهم من ذمه من الحكمة وذكر أنه رذيلة وذكر مساوي وقال إنه من فعل البطالين والمعطلين ومنهم من قال إنه فضيلة نفسانية ومدحه وذكر محاسن أهله محاسن العاشقين للغلمان محاسن أهله وشرف غايته قصدهم شريف ألا نستعمل هذه العبارة في محادثاتنا ومحاوراتنا العرفية نقول إفلان قصد شريف وأني قصد شريف قصدهم شريف ومنهم من قال إنه فضيلة نفسانية ومدحه وذكر محاسن أهله وشرف غايته ومنهم من لم يقف على ماهيته وعلله وأسباب معانيه وغايته ومنهم من زعم أنه مرض نفساني ومنهم من قال إنه جنون إلهي أنت ماذا تقول يا صدر المتأله يا أستاذنا في الفلسفة والحكمة المتعالية يا إمامنا في عرفان المدرسة العرفانية الطوسية اللعين والذي يدل عليه النظر الدقيق والمنهج الأنيق أملخ والذي يدل عليه النظر الدقيق والمنهج الأنيق وملاحظة الأمور عن أسبابها الكلية ومباديها العالية وغاياتها الحكمية ما هي النتيجة أن هذا العشق أعني الالتذاذ الشديد بحسن الصورة الجميلة والمحبة المفرطة لمن وجد فيه الشمائل اللطيفة وتناسب الأعضاء وجودة التركيب قضية حسية إنه يتحدث عن جمال حسية عن جمال مادي هذه رغبة شهوانية والذي يدل عليه النظر الدقيق والمنهج الأنيق وملاحظة الأمور عن أسبابها الكلية ومباديها العالية ومباديها ومبادئها العالية وغاياتها الحكمية أن هذا العشق أعني الالتذاذ الشديد بحسن الصورة الجميلة والمحبة المفرطة والمحبة المفرطة المعنى واحد لمن وجد فيه الشمائل اللطيفة وتناسب الأعضاء وجودة التركيب لما كان موجودا على نحو وجود الأمور الطبيعية في نفوس أكثر الأمم من غير تكلف وتصنع فهو لا محالة من جملة الأوضاع الإلهية التي يترتب عليها المصالح والحكم فلا بد أن يكون مستحسنا محمودا سيما وقد وقع من مبادئ مبادئ فاضلة لأجل غايات شريفة قلت لكم قصد شريف إلى أن يقول صفحة 172 وأما الغاية في هذا العشق الموجود في الظرفاء من هم أولاء الظرفاء على أي حال كما يقول هو وأما الغاية في هذا العشق الموجود في الظرفاء وذوي لطافة الطبع عندهم حس مرهث أصحاب ذوق يتعشقون الغلمان وأما الغاية في هذا العشق الموجود في الظرفاء وذوي لطافة الطبع فلما ترتب عليه من تأذيب الغلمان وتربية الصبيان وتهذيبهم وتعليمهم أنقل لكم حادثة في زمن سابق وفي مكان ما في مؤسسة ما لا أريد أن أشير إلى الأسماء آية من آيات الله يأتي يوميا ويجمع مجموعة من الغلمان من الفتيان مات آية الله هذا هذه الحادثة أنا شاهد عليها وكنت ألاحظها يوميا يأخذ مجموعة من الغلمان من الفتيان وينزل بهم في سرداب تلك المؤسسة يأخذهم ويغط آية الله ويظل جوه يظل جوه بالسرداب ولفترة طويلة وبعدين يطلع هو وياهم سألت أحد المسؤولين عن ذلك المكان قلت لي أقول لك هذا شعنده يأخذ الفروق وينزل جوه بحسب لهجتنا الجنوبية في جنوب العراق نحن لا نقول أطفال نسمي الأطفال في التعبير الشعبي أفروخ ولا نقول جهال مثل ما يقولون في بغداد العاصمة وفي محافظات أخرى نحن في المناطق الجنوبية في لهجتنا وحواراتنا الشعبية نسمي الأطفال أفروخ وهذا المسؤول أيضا كان من تلك المناطق قلت لي أقول لك هذا فلا إيش عده ما أخذ الأفروخ يومية ونازل جوه بالسردار ويطس جوه وبعد ما يطلع قل غير يعلمهم يربيهم فأنا نظرت إليه نظرة فيها خبث قلت لا تحلف بالعباس ما أخذهم يعلمهم ويربيهم فقحقها ضاحكا وتركني ومضى حادثة من الذكريات السابقة وقحقها ومضى ونحن هكذا بقينا مضحكة منذ سنة أربعمية وثمانية وأربعين للهجرة حينما أسس الطوسي مذهبه المشؤومة بالاتفاق مع الخلافة العباسية اللوطية وأما الغاية في هذا العشق الموجود في الظرفاء وذوي لطافة الطبع فلما ترتب عليه من تأذيب الغلمان وتربية الصبيان وتهذيبهم وتعليمهم العلوم الجزئية كالنحو واللغة والبيان والهندسة وغيرها والصنائع الدقيقة والآداب الحميدة والأشعار اللطيفة الموزونة والنغمات الطيبة وتعليمهم القصص والأخبار والحكايات الغريبة والأحاديث المروية إلى غير ذلك من الكمالات النفسانية فإن الأطفال والصبيان إذا استغنوا عن تربية الآباء والأمهات فهم بعدوا محتاجون إلى تعليم الأستاذين والمعلم وحسن توجههم والتفاتهم إليهم إنه حسن توجه الأساتذة والمعلم إلى الأطفال بعد أن استغنى الأطفال عن تربية آبائهم وأمهاتهم يعزلون عن تربية الآباء والأمهات باعتبار أنهم ذهبوا إلى المدرسة وهؤلاء الأساتذة بحسب نواياهم الطيبة سيشكلون عازلاً فيما بينهم وبين حاجتهم لآبائهم وأمهاتهم وحسن توجههم والتفاتهم إليهم بنظر الإشفاقي والتعطفي من أجل ذلك أوجدت العناية الربانية هذا الرجل مجنون يقول من أن العناية الربانية هي التي أوجدت عشق الغلمان في نفوس الذين يعلمونه فمن أجل ذلك أوجدت العناية الربانية في نفوس الرجال البالغين رغبة في الصبيان وتعشقاً ومحبة للغلمان الحسان الوجوه فلماذا لا يعشقون الغلمان القباح الوجوه لماذا هكذا تفعل العناية الربانية العناية الربانية لا تفرق بين هذا وذاك الخلق عيالي والمال مالي فلا يفرق الله بين عياله أنتم العرفانيون في عشقكم هذا تفرقون بين غلام جميل وغلام ما هو بجميل أقرأ أقرأ الكلام مرة أخرى حتى تتأكد من حقيقة ما أقول هذا الكتاب الأول في دراسة الحكمة الإلهية في الحوزة الطوسي هذا أهم كتاب وأشرف كتاب ويفتخرون بدراسته وتدريسه وهذا المطلب مذكور في الجزء السابع وليس في المقدمات من المطالب اللطيفة والعميقة والدقيقة قرة عيون الفرخشية قرة عيون الفرخشية وحسن توجههم توجه الأساتذة والمعلمين والتفاتهم إليهم إلى الغلمان إلى الصبيان بنظر الإشفاقي والتعطف فمن أجل ذلك أوجدت العناية الربانية في نفوس الرجال البالغين رغبة في الصبيان وتعشقا ومحبة للغلمان الحسان الوجوه ليكون ذلك داعيا لهم إلى تأديبه وتهذيبه وتكميل نفوسه من ناقصه سؤال هنا سؤال بريء هذا التكميل من فوق لو من جوه سؤال بريء أجيبوني يا أيها العرفاني أجيبوا هذا السائل وارحموا جهله هذا التكميل يا جماعة يا جماعة الخير من فوق لو من جوه وبيا طريقة يصير بطريقة تقليدية غير تقليدية بحسب حسين الشرازي لازم نترك بصمة هذه البصمة تقليدية مو تقليدية وين ننطي وجهنا وين ننطي وجهنا أدركنا يا بقية الله أدركنا فمن أجل ذلك أوجدت العناية الربانية في نفوس الرجال للبالغين رغبة في الصبيان وتعشق ومحبة للغلمان الحسان الوجوه ليكون ذلك هداعيا لهم إلى تأديبهم وتهذيبهم وتكميل نفوسهم الناقصة وتبليغهم إلى الغايات المقصودة في إيجاد نفوسهم وإلا لما خلق الله هذه الرغبة والمحبة في أكثر الظرفاء والعلماء سأل علماء عرفناهم الظرفاء منهم وإلا لما خلق الله هذه الرغبة والمحبة في أكثر الظرفاء والعلماء عبثا وهباء أي منطقين هذا هذا ميل شيطاني يستدل بالميل الشيطاني عند الذكور إلى الذكور على أنه حجة لبيان صحة هذا الميل من أن الله أوجده هذا افتراء على الله افتراء على الله ماذا نقرأ في الكافي الشريف هذا الجزء الخامس ومر ذكره قبل قليل في صفحة الحادية والخمسين بعد الخمسمائة خمسمائة واحد وخمسين إنه الحديث الثامن بسنده بسند الكليني عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله إياكم 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 وأولاد الأغنياء والملوك المرد الذين ما نبت الشعر في عوارضه الفتيان كتلك المجموعة التي كانت تذهب مع ذلك الآية التي حدثتكم عنه قبل قليل فكان يعلمه ويربيه ورضوان الله تعالى عليه ورضوان الله تعالى عليهم الآن صاروا حججا للإسلام والمسلمين صاروا حججا وصاروا مسؤولين إياكم وأولاد الأغنياء والملوك المرد فإن فتنتهم أشد من فتنة العذارة في خدورهن لأن الشيطان يتدخل هنا وإنه هذا الأخبر صدر المتألهين يقول وإلا لما خلق الله هذه الرغبة والمحبة في أكثر الظرفاء والعلماء أكثر العلماء هو يتحدث عن واقع موجود وصدر المتألهين وصدر المتألهين ما هو بعالم في الفيزياء أو الكيميا هو عالم دين فعينما يتحدث عن العلماء إنه يتحدث عن علماء الدين أما الظرفاء أما الظرفاء فهؤلاء الذين يرافقون علماء الدين وإلا لما خلق الله هذه الرغبة والمحبة في أكثر الظرفاء والعلماء عبثا وهباء فلابد في ارتكاز هذا العشق النفساني في النفوس اللطيفة في النفوس اللطيفة في نفوس أكثر العلماء وفي نفوس الظرفاء فلابد في ارتكاز هذا العشق النفساني في النفوس اللطيفة والقلوب الرقيقة غير القاسية ولا الجافية من فائدة حكمية وغاية صحيحة من سود الله تعالى فماذا تقول لما يقوله رسول الله إياكم وأولاد الأغنياء والملوك المرد فإن فتنتهم أشد من فتنة العذارة في خدوره العذارة الشابات الجميلات الحسناوات التي لم يتزوج جمع لعذراء وهي التي لم تتزوج إياكم وأولاد الأغنياء والملوك المرد الأولاد المرد جمع لأمرت فإن فتنتهم أشد من فتنة العذارة في خدورهن أستمر في الكلام لأن الوقت يجري سريعا لازلت أقرأ من صفحة 173 ولأجل ذلك هذا العشق النفساني للشخص الإنساني إذا لم يكن مبدأه إفراط الشهوة الحيوانية بل استحسان شمائل المعشوق وجودة تركيبه واعتدال مزاجه وحسن أخلاقه وحسن أخلاقه وتناسب حركاته وأفعاله وغنجه ودلاله ماذا تصنع بالغنج والدلال إذا لم تكن القضية شهوانية ماذا تصنع بالغنج والدلال وشادن كما يقول وهو شاعر شعي أيضا الذي قال هذا الشعر في العصر العباسي يشير إلى فتى جميل وشادن كان صغير السن وشادن سألته ما اسمك أجابني بلفظة عباث كان ألثغا لأنه كان صغير السن لم تكتمل لغته وشادن هو يتغزل به وشادن سألته ما اسمك أجابني بلفظة عباث فصرت من لغته ألثغا فقلت أين الكاث والطاث الكاث والطاث من وسائل مجالس الخمر ويتحدث عن مجلس خمر هذا هو الغنج والدلال الغنج والدلال ما محله من الإعراب هنا هذه الأسرار العرفانية والحكم الربانية والله هذه الأسرار التحتانية والحكم الجوانية وليست الفوقانية ولأجل ذلك هذا العشق النفساني للشخص الإنساني إذا لم يكن مبدأه إفراط الشهوة الحيوانية بل استحسان شمائل المعشوق وجودة تركيبه واعتدال مزاجه وحسن أخلاقه وتناسب حركاته وأفعاله وغنجه ودلاله معدود من جملة الفضائل وهو يرقق القلب ويذكي الذهن وينبه النفس على إدراك الأمور الشريفة يا أمور الشريفة يا بعد روعي على إدراك الأمور الشريفة ولأجل ذلك أمر المشايخ مشايخ العرفاء قطعا من العلماء والظرفاء ولأجل ذلك أمر المشايخ إنهم مشايخ المدرسة العرفانية على المذهب الطوسي القذر وهذه قذارة أخرى تضاف إلى قذارة الطوسي ولأجل ذلك أمر المشايخ مريديهم في الابتداء بالعشق أن يبتدعوا بعشق الغلمان حتى يعشق الله بعد ذلك وقيل العشق العفيف إلى آخر كلامه في الصفحة الخامسة والسبعين بعد المئة الموضوع طويل وإذا أردت أن أقرأه بكل تفاصيله وكله قباحات في قباحات يخالف منطق الكتاب والعتر في كل حرف من حروفه إلى أن سأقرأ ما أستطيع أن أقرأه من هذه القذارة التي تسمى بالحكمة المتعالية الحكمة المتعالية لقد ضحكوا بها علينا وضحكت بها على نفسي أنا أيضا وضحكت بها على الآخرين حينما كنت أعتقد شرفها وطهارتها وقدسيتها تذكروا هذا هو الكتاب الأشرف والأعظم والأهم في دراسة الحكمة الإلهية في الحوزة الطوسية اللعينة لكن الذي يجب التنبيه عليه في هذا المقام أن هذا العشق وإن كان معدودا من جملة الفضائل إلا أنه من الفضائل التي يتوسط الموصوف بها بين العقل المفارق المحض وبين النفس الحيوانية ومثل هذا الفضائل ومثل هذه الفضائل هكذا هو مكتوب هل هو من عجمة صدر الدين الشيرازي وعجمته واضحة جدا وقبيحة في كتبه هل هي من عجمته أم هو خطأ مطبعي ومثل هذه الفضائل لا تكون محمودة شريفة على الإطلاق في كل وقت وعلى كل حال من الأحوال ومن كل أحد من الناس بل ينبغي استعمال هذه المحبة في أواسط السلوك العرفاني لا بد أن نمارس هذا الأمر ولكن في أواسط السلوك العرفاني بل ينبغي استعمال هذه المحبة في أواسط السلوك العرفاني وفي حال ترقيق النفس وتنبيهها عن نوم الغفلة ورقدة الطبيعة وإخراجها عن بحر الشهوات الحيوانية وأما عند استكمال النفس بالعلوم الإلهية وصيرورتها عقلا بالفعل محيطا بالعلوم الكلية لا يوجد مثل هذا هذا تصطير في كتب الفلاسفة وفي كتب العرفاء هذا تصطير لا حقيقة له يضحكون به على أنفسهم ويضحكون به علينا وأما عند استكمال النفس بالعلوم الإلهية وصيرورتها عقلا بالفعل محيطا بالعلوم الكلية ذا ملكة الاتصال بعالم القدس فلا ينبغي لها عند ذلك الاشتغال بعشق هذه الصور المحسنة اللحمية والشمائل اللطيفة البشرية لأن مقامها صار أرفع من هذا المقام ولهذا قيل المجاز قنطرة الحقيقة وإذا وقع العبور من القنطرة إلى عالم الحقيقة فالرجوع إلى ما وقع العبور من تارة أخرى يكون قبيحا معدودا من الرذائل كلام هراء الوقت يجري سريعا ولا أستطيع أن أعلق تعليقا وافيا وشافيا إلا أن ني أحاول أن أصل معكم إلى نهاية حديث عند انتهاء الحلقة كي أبدأ في حلقة يوم غد من حيث انتهيت من عندي نقطة مشخصة إلى أن يقول صدر الدين الشيرازي وأما الذين ذهبوا إلى أن هذا العشق من فعل البطالين الفارغي الهمم من أمثالي فلأنهم لا خبرة لهم بالأمور الخفية والأسرار اللطيفة إذا تقصد يعني من جو ما عدنا خبرة بس إذا شيء ثاني أنا ما أدري وأما الذين ذهبوا إلى أن هذا العشق من فعل البطالين الفارغي الهمم فلأنهم لا خبرة لهم بالأمور الخفية والأسرار اللطيفة ولا يعرفون من الأمور إلا ما تجلى للحواس وظهر للمشاعر الظاهرة ولم يعلم أن الله تعالى لا يخلق شيئا في جبلة النفوس في فطرتها وباطنها إلا لحكمة جليلة وغاية عظيمة يتحدث عن الميل والرغبة عند الذكور البالغين بالصبيان مثل ما مر الكلام قبل قليل يقول هذا أوجده الله في نفوس البالغين أن يرغب في الصبيان الجميلين عندي كلام لكنني لا أريد أن أقوله يتدافع ما بين لهواتي أنتم ماذا تقولون ماذا تقولون أنتم إمام صدر المتألهين هو ابن عربي لم يبقى عندي وقت كي أقرأ عليكم من قذارة الفتوحات المكية ونجاستها ألا لعنة على الفتوحات المكية ولعنة على مؤلفها محي الدين ابن عربي ألا لعنة عليه يوم ولد ويوم عاش ويوم مات ويوم يبعث حيا كل هذا البلاء في الأجواء العرفانية من هذا القذر اللعين النجس وقت الحلقة انتهى نلتقي غدا كي نكمل الحديث في هذه القذارات قلت لكم معلومات هائلة وثائق قطعية هذا الكتاب الأول الذي تدرس فيه الحكمة الإلهية لو هتش الحكمة الإلهية لو مات الرات كل من جوه كل من جوه تذكروا هناك عدة مستويات أشرت إليها سأتناولها بالدرس والتحقيق أتحدث عن مستويات الشذوذ الجنسي في المذهب الطوسي النجس اللعين أخاطب أخوتي وأخواتي وأبنائي وبناتي من غير الطوسيين اللعناء ومن غير أتباعهم الديخيين الثولان الأغبياء أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله ترجمة نانسي قنقر